السلام عليكم حبيباتي لبس عليكم زياني إن شاء الله يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال مرحبا بكم معايا في فيديو جديد جيتكم اليومة واحدة طويجة قدرتوا للغداء قلت نشاركه معاكم لغداء ديالي بسيط جدا وقلت نشاركه معاكم علش الله معه بززاف ما كان عمل شي فيديوهات لحسب الظروف كانوا عندي ما عندي شي الوقت باش ننزل فيديوهات جدادي وهذا الفيديو كان عندي مشجل قلت نشاركه معاكم هاد الغداء اللي درت بسم الله على بركتي الله نمشيه للطريقة أصلا طريقة بسيطة ما كانش شي واحد ما كيعرفه شي وقلت نشاركه معاكم علش الله هدا هو الغداء ديالي يلا هنمشيه واللي ما اشتركش معايا يشترك فضلا وليسا أمرا ويدر جرس باش يوصلوا كل جديد إن شاء الله وما فيها باسي بارتاجي مع الأصدقاء والأحباب فضلا وليسا أمرا بطبيعة الحال وبسم الله على بركتي الله نبداو عندما شني حتاجت للطواجن ديالي عندي هنا يا جوج بتاطيوات مقشرين مقطعين دوائر جوج جزارت كذلك عندي هنا يماطيشا بصلة وبنسبة لهذا توابل اللي غندير الكفتة عندي هنا يبصلة مقطعة مربعات حلد مع الدنوس وتوابل ها هوما عفوا سكين جبير الخرقوم ببزار ملحة والكيمون ملوين صناعي يمكن لكم تضيفوه يمكن لكم تفادوه هلا حساب الدوغط الواحد أنا أضيف البصلة ومعد النوس لها الكفتة كتعجبني متبلها شوية نخليها شي هيدك ونضيرها في طاجين وخامك نشويها شي بطبيعة الحال والزيت بلدية اللي غنطيب فيها ده بغندير النص للتوابل للكفتة والنصاخور غنخليه نديرو الخضرة ان شاء الله يا ربي ما يجوكم شي فيديو طويل ونكونو خفيف على قلوبكم سوف نخلطوها مزيان سوف ندخل فيها هاد العطرية سوف ندخل فيها هاد العطرية ثم ما عارفين بطبيعة الحال كفتة مني كتكون فتش كتكون شوية بشي بحالي لطرية سوف نكون معلكة بعد ما خلطها ده بغن كورة كويرة للحجم اللي بغيت ما كبيرة بززف ما صغيرة سوف نكور كويرة ونخليهم هيدا على جانب سوف نكورون كاملين سوف نكورون كاملين كي نعتدر على الصدع أنا جيت على الطريق والهضرة الزنقة كاملة كتسمع عندي في كوزينة سوف نشد السرجة موخة كتسمع على هادرانت وما عارفين العيال كيلعبوه مواطر سوف نشد السرجة بدم Testament سوف نحن قريبا وأنهبو يسسوينة كعبوه مواطر وعنتدر فما يستمر Kiiru بطبيعة نوس يجب أن تفعل هذه الطريقة و تفعلها في الفران يجب أن تفعلها رائعة يجب أن تفعلها أحسن على البوطة ويجب أن تفعل الوقت ويجب أن تفعل البوطة يجب أن تفعل طاجين يجب أن تجب أن تفعل الدائرة طاجينة صغيرة يجب أن تفعل هذا تقوم بتفعل البصلة مرتفع كما نديرول اي طاجين دي الحمود جدد باش ما يلسقشي هاد الشي اللي تعلمنا من الوليدين دينا وهي رح موسع عليهم فهذا النهار لبس الفطاجين ضروري تعلمنا الطياب بطبيعة الحال من عندهم زي بغن نستف هاد البطاطا والكفتة هيدا ندير البطاطا وندير الكفتة ونستمر حتى نكمل والخيزو نديرو في الوسط بطبيعة الحال كما قد تكون في الول من بعد ما كملتلو ستفتو كامل هانتم ما كتشوفو لبغن نزيد شي حاجة دمع دنوس فوق منو تمشتوني را درت دمع دنوس في الكفتة ودرت فيها التوابل ديالة كاملين وده بغن نزيد هالتوابل اللي بقى ولي على الخضراء وهاد دمع دنوس هذا باش تنسم للخضراء وهالطلجين ديالنا وجد وسهل طغية توجدو اللغذاء او اللعشة انا درتو اللغذاء وشاركت معاكم لغذيوي ما ديش ايلا بغيتوا تحكوها فوق منو تحكوها ايلا بغيتوا تقطعوها شا رائح هيدا اه مدورين تقطعوها نفضلت نفتحها هيدا ونخليها المهم كاد يكون كتزيين للطاجين ندير شي حالة الزيت بلدية ما ندير شي بزيف هلا حسب الكفتة راكت لقلي دم ديالة وانا دايما نفضلن طيب بالزيت بلدية اي زيت زيتون دمع نديرو على البوطة نخلي شوية يتعرق ما نحركو شي هنخلي يتقل شوية هيدا بلدية مرق غيبتك زويتا ساعتك نمرقو انتم معانا تبعوا معانا فيديو حتى الاخر ان شاء الله يا ربي تعجبكم الطريقة وتجربوها علاش الله بنسمى المبتدئات بطبيعة الحال اما الحادقة راني عارفة كي عارفو كل شي عارفو طوي جناتي عارفو كل شي وجدو اللي بقي كيتعلموا الكوزينا من بعد ما تعرق طاجين ديالي ها هو تقلم زيان ده بغان مرقو عندي هنا يا كما كتشوفوا الغرف ماشي كبير بززاف دل ما جوش كيسان للعنبات قريبا ما كاملين شي سوف نمرقو نغطيه ونخليه تقريبا نساعة ويوجد والطاجين ديالكم يوجد بصحتكم وراح تكون وما تنسونش بتعليقات ديالكم زوينا الطاجين ديالنا ها هو وجد ان شاء الله يا ربي يكون عجباتكم بطريقة وعجبكم الفيديو وما تبخلوش عنينا البارتاج وتعليقات ديالكم هما اللي كي طلعوا فيديوهات ديالنا واللايكات ديالكم طبيعة الحال اللي يدخل يعمل اللايك وخي يشاهد غير مقطع صغير مهم ما ينساشي اللايك ها هو كيف الجا وخليته حتى غرز طبيعة الحات طاجين الى بغيتو يجي لديد خسكم تخليو حتى يغرز باش كي يجي لديد انا اصلاك حماقني الطاجين بيكون غرز شرب امريقة ديالو وبسلام عليكم حتى فيديو مقبل ان شاء الله يا ربي وطه الله وفراسكم ان شاء الله ما يكونش طولنا عليكم الفيديو ونخفيف على قلوبكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته